بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم شباب في حالة جديدة على قناة معلومة جديدة وحالة النهاردة ان شاء الله هي عن طريقة عمل وصل التحديث لجميع انواع ريسيفر HD Mini طبعا قدام حضركوا شباب ده ريسيفر HD Mini وهي ريسيفر ده لازم نعمله وصلة معدلة علشان نقدر نحمله السوفتوير وقدام حضركوا ده مدخل وصل التحديث هتلاقي مكتوب عليه RS232 طبعا احنا بنعمل طبعا�� الواسطة التحديث ده علشان نقدر نق بنعمل ونسحب اللي موجود اصلا على الرهفر cultures مرة dude مرة Gravity سريع وعلشان تقدر تسحب نصفه من السوفت وير للريسفر ده يئمه عن طريق وسط التحديث او عن طريق المبرمجه فانت الاسأل لك ان انت تعمل وصل التحديث برضه من خلال الوصلة دي انت ممكن لو رسفر بتاعك خذ سوفت وير غلط وعمل لمبة حمره مثلا او وفع كيمة لود تدار تحمله السوفت وير والريسفر يرجع الشغل تاني كمان لو حابب تحاول رسفر بتاعك لرسفر تاني يعني في اجهزة لما تجي تحمل لها سوفت وير تلاقي اذا رسالك يوجد ملفه مناسب لكن من خلال وسط التحديث وبرنامج اسمه اللودر تدار تحمل السوفت وير اكبار الريسفر نيجي بقى لطريقة عمل وسط التحديث اول حاجة المطلوب منك انك هتروح لأي محل بتاعديش هتشتري وسط التحديث بالشكل ده الوسط دي سعرها مش يهدي لعشرين جنيه تاني حاجة هتجيب وصلة واحد في واحد وعلى فكرة شباب احنا نعمل وصلتين مش وصلة واحدة لان في انواع من الريسفر مختلفة عن بعضها فان شاء الله من خلال وصلة التحديث ووصلة الواحد في واحد دي هنعمل وصلتين من خلالهم تقدر تحمل اي سوفت او تسحب اي سوفت من اي رسفر اتش دي ميني ومن شرط الجهاز اللي انت تشتغل علي يكون معالج سان بلاس لا لو معالج جي اكس او معالج علي او حتى معالج نوفتك اي معالج اي ان كان تقدر انك تسحب او تحمل السوفت وير طبعا لايختلف معاك اللودر لان كله معالج للودر معايا هنقص وصلة التحديث دي على جزئين ونفس الحكاية برضو على وصلة الواحد في واحد هنقصها كده بالشكل ده ونفس الحكاية برضو في وصلة الواحد في واحد هنقصها كده يبقى كده ان شاء الله هنعمل وسطين مختلفين عن بعض لمعظم اجيس الاتش دي الميني طبعا هنقشر الجزء ده كده هنلاه عندين تسعة سلوك احنا كل اللي محتاجينه بس تلت سلوك واعرفكم عما كنا دلوقتي قدام حضراتكم هنا تسعة اطراف وكل اللي احنا يعيزينه هو رقم 2 ورقم 3 ورقم 5 لو حضرتك جيبت بصينة على الفتحات دي ستجد انها مرقمه اول واحد من على اليمين ده هو رقم 1 2 3 4 5 وهكزا اللي احنا عايزينه هو رقم 2 اللي هو ده واللجامبي رقم 3 واخر واحد اللي هو رقم 5 دول التلت اطراف اللي احنا محتاجينها في وصلة التحديث نفس الحكاية برضو في الواحد التاني هنقشر برضو الطرف التاني ده بتاع وصلة الواحد في واحد تماما شباب بالشكل ده كده عندينها ثلاث اطراف لان اصلا الوصل واحد في واحد هتيجي تلاحظ هنا عبارة عن ثلاث اجزاء جنب بعض تمام هنقشر طبعا ثلاث سلوك دول تمام بالشكل ده كده بعد كده هنجيب وسط التحديث علشان نقدر نطلع الثلاث اطراف اللي انا قلت عليهم اللي هو رقم اثنين وثلاثة وخمسة طبعا في الحالة دي هنحتاج جهاز افو متر وزي ما قلت الفيديو اللي فات ان جهاز افو متر ده احنا مندرش نستغن عنه وده جهاز افو متر طبعا هنشغل على الوضع السفرة تمام وهنجي هنا نحط اي طرف من افو متر على رقم اثنين وهنلمس في الاطراف ده علشان نحدد اي طرف هو رقم اثنين هنبدأ بسلك الاحمر ده كده وده لجنبيه وده تمام يوب الطرف البن ده هو رقم اثنين هاشره كده بعد كده حط طرف الافو متر في رقم ثلاثة وهنلمس تاني تمام تمام الاحمر ده هو رقم ثلاثة يوب كده فاضلي رقم خمسة كده يوب كده ده يوب كده 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 يوب كده طبعا في الوصلة معاك اكيد الوان هتختلف يعني مش شرط ان الوصلة معاك ينطبك على نفس الالوان هنيجي بقى للوصلة التانية اللي هي وصلة الواحد في واحد وبرضو هنجيب جهاز الافو متر وهنحط الافو متر هنا على اول جزء وهنبدا نلمس على ثلاث اطراف علشان نحدد ده ان سلك بالزبط يبقى الجزء ده هو السلك اللون الابيض هنرفع الجزء اللي في النص تمام اللي هو الاسود يبقى كده الطرف الاخير ده هو الاحمر بس نتاكد بس انه شغال تمام يبقى احنا كده عرفنا تقسيمة كل واحدة فهم هنيجي بقى علشان نوصل الى اسلاك ده مع بعض وزي ما قلت ان هما نوعين احنا نعمل دولت اول وصلة وتانى وصلة برضو ان شاء الله هنعملها طبعا زي ما اتفقنا ان ده ان سلك البوني ده رقم اثنين الاحمر رقم 3 الاصفر ده رقم 5 وهنا السلك الاحمر ده هو اول جزء عندي والسلك الاسود هو الجزء الى في النص والجزء الاخر ده هو السلك الابيض هنبدأ بالسلك البون ده اللي هو رقم اثنين مع رقم اثنين اللى فوسطة الواحد في واحد اللي هو السلك اللون الاسود بالشكل ده و احنا كده عملنا اول جزء هنجي للسلك الاحمر اللي في وسط التحديث اللي هو رقم 3 هنوصله مع السلك الاحمر اللي هو اول طرف خالص في وسط الواحد في واحد بالشكل ده و طبعا اخر طرفين من السلك دول مع بعض اللي هو رقم 5 والجزء الاخير في وسط الواحد في واحد بعد كده هتجيبش كارتون و كل طرف هتلف على الواحد ولكن اختصاره للوقت بالنسبه للوصلة التانية اللي احنا قلنا عليها كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنبدل بسط الطرفين اللي هو رقم 2 و رقم 3 هنبدل السلوك مع بعض لكن رقم 5 ثابت زم هوا يبقى انت كده بتعمل الوصلة اسمها وصل عدلة ووصل مع كوسة علشان زم قولت ان فيه نوعا من الرسفرات بيتحتاج معاك الوصلتين هنبدأ دلوقتي نقفلها بش كارتون بعد كده طبعا هتوصل كومتة التحديثي في كسة الكمبيوتر والطرف التاني ده هتوصله هنا في مدخل الرس وحسن متين اتنين وتلاتين بالشكل ده كده وقدم هل رقم الشباب ده الشكل النهائي بتاع الوصلة تمام ده اول وصلة احنا عملناها وده الوصلة التانية وبنت كده حضرتك عندك وصلتين طبعا انا غيرت الفنش بتاع علشان اقدر امعزه مع بعض بعد ما حضرتك عملت الوصلتين دول بكده تقدر تحمل او تسحب اي صفت من الرسفرات ال HD mini بمنتاز سهولة بكده الشباب نكون وصلنا لهاية الحالة باتمانا ارابكم نستفدتم منها لو عجبك الفيديو قارب تعمل لايك ولو انت جدان في القناة ياريت تشتري في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد